بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا أنتقد السيد مقتداء الصدر؟ هل لكي أضاعف عدد خصومي وأعدائي؟ أم لأني أرى أمراً قد غاب أو يغيب عن محبيه وأنصاره وعن أموم الشعب العراقي؟ لقد عصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمه الله وكانت تلك الثورة قد استقطبت تعاطف الملايين خارج إيران من مختلف الطوائف والأحزاب والتيارات فضلاً عن إجماع الشعب الإيراني عليها بما لا يقاس بما يتمتع به السيد مقتداء الآن من شعبية سابقة أو حالية في العراق واندمجت مع تلك الثورة وأحببت وأيدت الإمام الخميني بدرجة كبيرة جداً جداً حتى أني عندما سمعت ذات يوم نقداً من المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمه الله لمسيرة الحرب بين العراق وإيران سنة 1982 أي بعد الحرب بسنتين وقوله بضرورة توقفها بعد سنتين من نشوبها ووصف الإمام الخميني بالدكتاتورية عندما سمعت ذلك لم أستطع تحمل هذا النقد وكنت ساعتها على مائدة الشيرازي في لقاء خاص بيني وبينه فقلت له بصراحة أفواً سماحة السيد هل تقول ما تقول عن إيمان به وعن علم وتقوى أم تقول ذلك حسداً للإمام الخميني وبدافع من الشيطان فابتسم رحمه الله وكان حليماً جداً وقال لي بكل هدوء ستعرف ذلك في المستقبل وما لم أعرفه في ذلك الحين عرفته وعرفه كثيرون من محبي الإمام الخميني بعد ذلك فعلاً ولا سيما بعد اضطرار الإمام لإيقاف الحرب بعد أن أنهكت البلدين العراق وإيران بسبب استبداده بقرار استمرار الحرب العبثية رغم معارضة كثير أو معظم أركان الجمهورية الإسلامية من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان إلى أعضاء البرلمان ومراجع التقليد وعامة الشعب الإيراني الذين كانوا يريدون إيقاف الحرب بعد تحرير المحمرة أو خرمشاء والتفاوض مع العراق وقبول التعويضات العربية والدولية المعروضة على إيران ولكن الإمام كان يصر على إسقاط صدام حسين كشرط وحيد لإيقاف الحرب إلا أنه اضطر أخيراً لقبول ذلك إيقاف الحرب بعد أن أفلست إيران وكادت تنهار أقتصادياً وأسكرياً وتبين لي حينها صحة موقف السيد محمد الشرازي الذي لم أكن بحالة نفسية لاستيعابه قبل سنوات وقبل التضاح خطأ الإمام بقرار استمرار الحرب لقد اعتمد الإمام الخميني في قراره على شعبيته الساحقة وعلى موقعه كمرجع التقليد وعلى النظام السياسي الإيراني الذي يعطيه صلاحية قائد الكوات المسلحة الذي أيضاً لم يكن يسمح لأي مؤسسة دستورية إيرانية بمحاسبته ونقده وإيقافه عند حده أي لأنه كان يتمتع بصلاحيات سياسية مطلقة لا تحدها حدود بحيث لم يكن يجرأ أي أحد على نقده أو الاعتراض على قرار الاستمرار بالحرب فكانت الفاجعة في النهاية وهذا ما جعلني وعيد النظر في موقفي من الإمام لأنظر إليه بموضوعية ناقدة أكثر ولا أستسلم لكل ما يتخذه من قرارات ولا أبالي بموقف الغوغاء الذين يصفقون للقائد دون تفكير كبير وقد عزز موقفي هذا قيام الإمام الخميني بعد ذلك بإطلاق نظرية الولاية المطلقة للفقيه عام 1988 وقوله إنها شعبة من ولاية الله وولاية رسول الله وولاية الأئمة المعصومين وإنها فوق الدستور وفوق الشعب وهذا ما دفعني لدراسة نظرية ولاية الفقيه دراسة فقهية ألمية وتدريسها في حوثة القائم في طهران وتلك الدراسة التي قادتني إلى دراسة فرضية وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري الذي كان الإمام الخميني يعتبر نفسه نائبا عاما عنه ثم دراسة نظرية الإمام الإلهية لأهل البيت التي اكتشفت أخيرا أنها بعيدة عن أهل البيت وأنها مؤلفة من الغلاة والمتكلمين وأن الإمام الخميني يستمد نظريته الدكتاتورية المطلقة المسمات الولاية المطلقة من نظرية الإمام الإلهية وفرضية وجود الإمام المهدي وولادته وبقائه على قيد الحياة إلى اليوم واعتقاده الإمام الخميني كان يعتقد بأنه نائب عام عنه يحق له ما يحق للإمام والنبي من حقوق وصلاحيات سياسية مطلقة وحتى صلاحيات دينية أيضا وربما يعرف من يتابعني بأن خلاصة ما توصلت إليه في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه الذي بحثته في إيران في أواخر التسعينيات ونشرته عام 1997 يعرف بأن رفضي لولاية الفقه والمرجعية الدينية ودعوتي لإقامة نظام ديمقراطي عادل على أساس نظرية ولاية الأمة على نفسها وهو ما أعتقدت أنه تحقق في تجربة النظام الديمقراطي الحالي في العراق رغم كل العيوب والملاحظات على هذا النظام وعلى هذا الدستور كما أعتقدت بأن الديمقراطية هي خيار الشعب العراقي قبل أن تكون خيار الاحتلال الأمريكي وأن لا بديل عنها سواء في ظل الاحتلال أو بعد التحرر منه وربما يعرف الأخوة الأصدقاء أني كنت عضواً في لجنة العمل المشترك العراقية في لندن ممثلاً عن منظمة العمل الإسلامي ولكني استقلت من المنظمة لأسباب فكرية واستقلت من النشاط العراقي السياسي بعد اتجاه الأغلبية للتعاون مع أمريكا ورفضت الاحتلال الأمريكي للعراق علناً في الإذاعات والمظاهرات أيضاً وكان من الطبيعي أن أؤيد المقاومة الوطنية بما فيها موقف السيد مقتدى الصدر الرافض للاحتلال ومعركة النجف ومدينة الصدر ومناطق أخرى عام 2004 وفي الوقت الذي كنت أنتقد المرجعية الدينية المتمثلة في مرجعية السيد السستاني بسبب موقفها السلبي من الاحتلال الأمريكي وعدم إصدارها أي بيان يعلن موقفها الرافض للاحتلال ما عدا البيان الربائي الذي أذاعه السيد البكاء من تلفزيون العراق أيام صدام الأخيرة وكذلك بسبب ديكتاتورية المرجعية وعدم تقبلها لأي تطور ديمقراطي كالنقد والمحاسبة والاختيار من الشعب وأيضاً بسبب طائفية المرجعية وتأليفها لقوائم انتخابية شيعية في مقابل القوائم السنية وقبولها بهذا النظام يعني في هذا الوقت أنا أملت بالسيد مقتدى الصدر خيراً ووجهت له رسالة ملؤها الحب والنصيحة عام 2008 ودعوته فيها لتكريس الوحدة الإسلامية الوطنية واجتناب الحرب الطائفية لسيمة بعد فتنة 2006 التي انخرط فيها ما يسمى بجيش المهدي التابع للصدر وقد دعوته في حديث آخر قبل ستة أشهر بتاريخ 24 تشرين الثاني من العام الماضي إلى الدخول بقوة في الانتخابات والتصدي حتى لرئاسة الوزراء ولكني في نفس الوقت لاحظت من خلال مراكبتي لسلوك وتصريحات ومواقف السيد مقتدى الصدر خلال السنوات الماضية عدم التزامه كثيراً بأصول العلاقات الديمقراطية مع أنصاره وأتباعه فضلاً عن عامة الشعب وذلك بالتعامل معهم من موقع الفوقية والأبوية أكثر من موقع ولاية الفقهة المطلقة التي كان يقول بها الإمام الخميني والتي لا يؤمن بها الصدر كما يبدو ولكنه يمارسها بشدة في إقصاء من يريد وتقريب من يريد داخل التيار الصدري في حين تغيب ظاهرة النقد والمحاسبة والمراكبة واختيار القرارات بحرية داخل هذا التيار الذي يتبع سياسة التبعية المطلقة له والتقليد الأعمى للصدر رغم أنه ليس بمرجع ولا فقه يعني في إطار التقديس والتعظيم الشخصي وقد تجلت تلك الظاهرة في تأييد التيار الصدري جماهير التيار الصدري يعني لسياسة الصدر وعلاقاتها السلبية أو الإيجابية مع إيران أو سعودية مرة تكون علاقات سلبية ومرة علاقات إيجابية وكذلك في تأييد التيار الصدري وكتلة الأحرار لقرار الصدر بتشكيل قائمة سائرون مع الحزب الشيوعي الذي كان الصدر يعلن الأداء له قبل أيام ويحذر منه ومن العلمانيين وعدم تجرؤ أي فرد من أفراد التيار على معارضة الصدر أو الاعتراض على هذا القرار وذلك في ظل عدم وجود برنامج سياسي أو خط واضح للصدر بشأن التحالف أو الأداء مع أي زعيم أو حزب أو كيان سياسي في داخل العراق وخارجه وهو ما يكشف عن ظاهرة ديكتاتورية لو نمت وتضخمت أن تقضي على الحياة الديمقراطية في جميع العراق وليس في التيار الصدري ومن الواضح أيضا أن السيد مقتد الصدر يسعى ليكون مجتهدا ثم مرجعا كما يقول هو حسب وصية المرحوم والده له قبل وفاته كما أبره هو عنها في حديث متلفز قديم موجود في الفيديو على اليوتيوب مما يزيد فيه خطر نشوء ديكتاتورية دينية في العراق من ناحيتين الأولى من ناحية المرجعية الدينية التي تدعي النيابة العامة عن الإمام المهدي وتلف نفسها بهالة من القدسية والاستعلاء على إرادة الشعب وترفض الانتخاب والمحاسبة والنقد والتوجيه هي بحد ذاتها حالة ديكتاتورية في الباقي من القديم ومن الناحية الثانية ممارسة الصدر الاستبدادية المضاعفة مع حصوله على درجة الاجتهاد أو ادعائه لها يعني الله يعلم ما هو اجتهاد المجتهدين في المستقبل والتعامل مع أنصاره وخصومه في المستقبل من موقع الأبوة والقيادة الفردية وكما تعرفون أساساً المعمم عندما حتى المعمم العادي المبتدئ بس يرتدي هذا الزي فيتعامل مع الناس بطريقة أخرى وينظر الناس إليه بطريقة أخرى يعني لا يعامله كإنسان عادي في المجتمع كل ما يقول هو صحيح يعتل منبر ويتكلم وربما حتى يسب الناس ويجتمهم والناس أيضاً يجب أن يطأطئوا رؤوسهم ويسمعوا له هذه يعني تخل بالمعادلة الديمقراطية والحياة الديمقراطية وإنما يعزز هذه المخاوف هو اللجوء أنصاره وأعوانه إلى تحريم أي نقد له اليوم على أي من مواقفها بالنسبة للآخرين ممنوع أي واحد يمسي الصدر حتى بالكناية إذا تعرض له أو انتقده وهذا ممنوع شوفون حملة شعواء ضد التم ومهاجمة من ينتقده أو يشكك في بعض مواقفه واتهامه بالعمالة والخيانة والأوطنية والارتزاق والقبوض وكذا يعني لا يتركون شيء إلا ما يلسقونه به وبعضهم قد يكون هو مجند لهذا الشغل ولكن بصورة عامة الناس عندما يقدسون شخصا لا يسمحون لأي أحد بأن يقترب منه أو ينتقده أو يوجه أو كذا وهذه ظاهرة سلبية مضادة للديمقراطية بالحقيقة وتهديده بشتى الوسائل من أجل قمعه ومنعه عن ممارسة حقه الديمقراطي في النقد والنصح والتوجيه والمعارضة فكيف إذا تبوأ الصدر منصبا مرجعيا دينيا مثلا أو سياسيا رفيعا يغض فيه كإله أو كسيد مطلق أبشع من الولي الفقه وأنا حينما أنتقد الصدر لا أنطلق من أي مواقف مسبقة ولا مصالح ضيقة وأنا لا أنتمي لأي حزب كما تعرفون ولكني أشاهد أمام عيني ظاهرة ديكتاتورية دينية عائلية صدرية تحاول التهام جسد الديمقراطية الهشة الوليدة في العراق وعندما أقول ذلك أعرف أن المواطنين الأحرار وحتى من التيار الصدري وربما حتى السيدة الصدر نفسه ربما كما يقال يتقبلون كلامي برحابة صدر ولكن العبيد في ناس قطاع من الناس المعقلية العبيد المشبعين بثقافة ديكتاتورية وعبادة الأشخاص سوف يهاجمونني بلا رحمة كما فعلوا معي ومع غيري من قبل ولكن ذلك لن يمنعني من قول ما أعتقد أنه الحق ومن الرأفة بهؤلاء الذين أعمل من أجل تحريرهم وأتمنى من السيد الصدر أيضا أن يؤيد النظر في سياسته وفي ثقافته وفي فكره وفي طريقة التعامل مع بقية الناس وهناك أمثلة تحدثت عنها قبل أسابيع وأشهر عندما مثلا أفراد من التيار الصدري في صلوات الجمعة يطرحون سؤالا للنقاش أو يتناقشون حول موضوع ما هي شرعية التقليد أو المرجعية فالصدر يخرج ويدعو إلى سجنهم حتى ومعاقبتهم ومقاطعتهم وكذا هذه ظاهرة غير ديمقراطية وغير إسلامية حتى يعني السؤال مفتوح ناس يسألون في صلاة الجمعة لماذا أنت تدخل وتهاجمهم وتطالب بمقاطعتهم وعزلهم وحتى تهديدهم بالسجن ومرة أخرى عندما مثلا مرشح بعض النواب اللي كانوا سابقا في التيار الصدري أنفسهم خارج قائمة سائرون فأيضا يهاجمهم وهذا ويهاجم من ينتخبهم ويتعاطف معهم بأنهم لا يكونون حبا لآل الصدر ولا للعراق يعني هذه طريقة تنمعا عقلية تعمل من أجل الفرد ومن أجل العائلة آل الصدر ولا تسمح لأي أحد بأن يخرج طبعا لا أريد أن أذكر مواقفه السابقة تجاه مثلا من يشكع عن التيار الصدري ويطالبهم بالتوبة والاستغفار وكأنهم ذلك خوارج أو ناس منحرفين أو فاسقين أو طلاب دنيا لا ينجوز أن واحد يتهم أي واحد اختلف معي أنا أمثل الإسلام وأمثل الدين وأمثل الله في الأرض وأي واحد يعني يخرج عني شوية أو يختلف معي ولماذا أساسا يخرجوا ناس من التيار لأن لا توجد فيه ديمقراطية فيه داخل هذا التيار فيه فردية وفيه استبداد فلذلك أنا حقيقة أطلب يعني أنا ما عندي أي موقف من السيد وأنا أحبه وأيته وحتى تكلمت وذهبت إلى مصر سنة 2004 وعملت مقابلة مع الأهرام العربي وأيت الموقف السيد من الاحتلال ولكن لا يجوز أن واحد يمشي بهذه الطريقة هذه لأنه يرتدي عمامه ويرتدي كذا ويرث ألقاب وأسماء كذا فلا يجوز ولا يسمح لأحد أن يعني ينتقد أو كذا هذا خلافة للظاهرة الديمقراطية الديمقراطية تقتضي أن الناس يكونوا متساوين وما يجوز واحد يفرض نفسه أو يستعلي على الآخرين وأذكره أخيرا مرة أخرى بقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو أمير المؤمنين كان رئيس الدولة الإسلامية يخاطب شعبه يقول لهم أني في نفسي لست بفوق أن أخطأ ولا أمل ذلك من فعلي فلا تقفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل تعالوا دائما شاوروني تكلموا معايا انتقدوني انتقدوا أي واحد بالدولة يعني كان إنما أنا وأنتم عبيد لرب الله رب سواه هكذا هذه الثقافة الإسلامية العلوية الديمقراطية أن الحاكم أو القائد أو الرئيس لا يستعلي على الناس وإنما ينظر إلى الجميع هم أخوة إله ومتساون معاه لا يجوز أن يمنعهم من ممارسة حقهم بالنقد والمشورة وأتمنى إن شاء الله أن يتحلى السيد وقت الصدر بهذه الصفة حتى أكون أنا من أشد أنصاره وأعوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته